تهنئة على الهواء خلال ايام قليلة قناة القاهرة الاخبارية سوف تنطلق هي قناة مصرية عربية افريقية دولية تاني بقول قناة القاهرة الاخبارية تنطلق خلال ايام قليلة قناة تأتي فيها التوقيت هيكون عندنا في مصر واحنا كمصريين نكون سعداء انه عندنا قناة اخبارية دولية ليست قناة محلية قناة يتتعلق بالشأن الدولي الشأن الاقليمي الشأن العربي الشأن الافريقي قناة عندها شبكة مراسلين في مختلف النقاط الساخنة في العالم في الولايات المتحدة الامريكية هتلاقي في واشنطن وفي نيورك هتلاقي في بروكسل مقار للتحاد الأوروبي هتلاقي في برلين في ألمانيا هتلاقي في فرنسا باريس هتلاقي في لندن في بريطانيا هتلاقي في موسكو هتلاقي في الصين هتلاقي في اليابان هتلاقي في نيروبي هتلاقي في تونس هتلاقي في سودان هتلاقي في طبعا دول الخليج العربي طبعا المملكة العربية السعودية في الكويت في قطر في البحرين في الكويت في دولة الامارات العربية هتلاقي شبكة في الأردن في العراق هتلاقي شبكة شبكة من المرسلين في مختلف النقاط الساخنة فكل التحية لكل زملائنا وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقول لهم مبروك بقول لنا بصراحة مبروك أنا بقول لنا كمصريين كإعلام مصري نستقبل هذه القناة خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى تنطلق مباشرة من هنا جنبنا بالمناسبة على بعد أمطار قليلة مقر قناة القاهرة الإخبارية عندنا ثقة كبيرة جدا في زميننا أحمد الطهري ثقة كبيرة جدا في القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثقة كبيرة جدا أنهم يكون عندنا منتج إعلامي إخباري 24 ساعة على الهواء مباشرة نتكلم على أخبار نتكلم على تحليل نتكلم على شبكة منرسلين كبيرة جدا نتكلم على أحداث تكون موجودة على الهواء مباشرة عبر هذه القناة قناة القاهرة الإخبارية اللي تنطلق إن شاء الله بتزامن مع انطلاق قمة المناق في شرم الشيخ زين بولا حضراتكم هي ليس قناة محلية هي قناة عربية إقليمية دولية شأن العالمي الشأن الدولي الشأن العربي وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله تكون قناة تنافس القنوات اللي موجودة في المنطقة العربية قناة تنافس القنوات اللي موجودة في الإقليم اللي إحنا موجودين فيه قناة كلها شأن كبير جدا زين بولا حضراتكم كل التحية كل التحية لكل زملائنا لكل زملائنا اللي موجودين عدد كبير جدا من المرسلين ومقدمي البرامج ونشرات الأخبار اللي هتكون تنطلق على الهواء مباشرة تنقل الأحداث لحظة بلحظة ثقة كبيرة جدا نتمنى لهم النجاح نتمنى لهم التوفيق وكل الدعم ليهم لنزيل بولا حضراتكم قناة تعبر عننا كلنا تعبر عننا تنطلق من هنا من المدينة ولكن ليست قناة محلية هي قناة تاني بكرر جملة دي عشان الناس بعارفة هذه قناة ليه تنطلق رايحة مين تتكلم من فين باللسان مين تؤثر فين تؤثر زي دايما كنا بنقول عايزين قناة دولية موجودة فاكرين لما انطلقت في التسعينيات قناة النيل للأخبار كانت قناة دولية عالمية وعندنا النايل تيفي لها باللغة الإنجليزية وعندنا قناة كمان فرنسية لكن احنا بنتكلم على قناة ناطقة بالعربية ولكن رايحة للإقليم ورايحة للعالم كمان وقد يكون هناك قد يكون مش عارف هيبقى موجودة ولا أه نسخة أو ترجمة باللغة الإنجليزية أتمنى معرفش هي موجودة ولا أه ولكن بقول أتمنى أن احنا كمان بنخاطب العالم ولكن كمان يكون لنا تأثير في المحيط الإقليمي والمحيط العربي والمحيط الدولي كمان من حولنا شبكة مرسلين قوية جدا شفت مجموعة منهم خلال البرومو اللي اتعمل خلال الأيام الماضية عجبني تواجد المرسلين عجبني النقاط المهمة لفيها هذه الشبكة المهمة من المرسلين اللي هيكونوا يعني موجودين عبر شبكة مرسل قناة القاهرة الإخبارية نتمنى لهم التوفيق بجد والله من كل قلبي لأنه زي ما بقول كده بنبقى فرحلين ونبقى عندنا حاجة كويسة بنبقى فرحلين وزي ما بقول لعضاركو هي وزي ما بقول كده بنسبة لنا حاجة متميزة جدا كنت النهاردة مع مجموعة من أشقانة من دولة الأمارات العربية المتحدة كنا بنتكلم على بنسجل بنسجل يعني بنسجل حاجة معهم خاصة بي احتفالات مصر ودولة الأمارات مرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الأماراتية فكنا بنتكلم على ده وقلت لهم عندنا قناة ان شاء الله خلال أيام هتنطلق وعندنا قناة هتنافس وتكون بجد تنافس القنوات العربية الموجودة حولنا احنا مصر بلد كبيرة تقدر تعمل مصر كبيرة قوي عندها إعلام كبير وعندها إعلام مؤثر وإعلام لما بيقول كلمة الكلمة بتوصل وبنتشاف وقنوات الكبيرة دي كلها اللي حضركم تشافينها بيتابعونا برنامج برنامج أتكلم الكلمتين بتلاقيهم حطينهم عندهم على الكذا يعني كل القنوات دي متشافين ومتشافين وبياخدوا مننا وعارفين بنعمليه وبالتالي انت موجود ولازم تبقى موجود ولازم تبقى موجود لأنه الإعلام المصري إعلام مصري محدش يقدر يستغنى عن الإعلام المصري لو عندكش لا أنت عندك وتقدر تعمل وتؤثر ورسالتك تصل والناس تجيي لك والكل يقول لك كذا دعم من إعلامكم دعم من قنواتكم دعم من برامتكم نتكلم كذا نعمل كذا يعني رسائل مصر واضحة ولما أنت بتقول كلمتين بالظبط خمس زقاية أنا بقول لحضرتك هو عن تجربة خمس زقاية اتكلم الخمس زايدو تشوف تأثيرهم ايه أنا بكلمك بجد والله اتكلم على لقطة معينة للدولة سينة أو الدولة السهات تشوف تأثيرهم ايه بيعملوا ايه وبقى كلام والحاجات والحق وعملوا كده فده معنى ايه انك مؤثر ولا انك مش بتشاف لا انك مؤثر خمس زايد مش محتاج ساعة خمس زايد تقول لها شوف تأثير قد ايه فده لانك موجود